السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة بيسان والكرة الأعزاء في عدد جديد عدد سنتطرق فيه عفو لكثير من أخبار لعبنا المحترفين المنتشرين في كل أسقاع العالم البداية بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله نبدأ أخبار اليوم بجديد إسماعيل بناصر وتطور وضعه البدني مع عودته للتدريبات الصحفة الإيطالية أجمعت اليوم أن بناصر بات في وضع بدني مثالي وقد تخلص من الإصابة ورؤيته ضد مونشيسر يونايتد يوم الخامس المقبل إن شاء الله شبه أكيدا دائما مع بناصر لكن للتصريحات التي أطلق عرائسه السابق في إيمبولي فابريسيو كورسي هذا الأخير كشف أنه ضغط بقوة من أجل بيع اللاعب الجزائري لفيورونتينا لأنه كان قد اتفق مع هذا النادي لكن الجزائري رفض وأصر على الانتقال لليون فرنسي وبعد فشل السابقتين وصل بناصر إلى ميران أشير هنا إلى أن رئيس ليونجو ميشيلولاس كان قد اتفق مع وكلاء بناصر على كل شيء لكن تعيين جونيني وقتها قلب الموازين ودفعه لاختيار مواطن هيجي ماريش على حساب بناصر والحمد لله أنه فعل ذلك إلى إسبانيا أين كشفت صحيفة آس الشهيرة عليم الثلاثة عن تشكيلتها المثالية للجولة المقاضية من الدور الإسباني الدرجة الثانية والتي عرفت تواجد اسم لاعب جزائري المعني هو لاعب مالا غايانيس رحماني آس قالت أن اختيار رحماني في مركز الهجوم مبرر حيث سجل الهدف الوحيد لفريقه ضد لوغرانيس في لقاء عفوا كان مغلق لكن رحماني بذكائه تمكن من فك الشفرة دائما مع تشكيلات الأسبوع لكن من إسبانيا إلى فرنسا أين تمكن المتألق بقوة أندي ديلور من حجز مكان له في تشكيلة الأسبوع لكن بحسب الموقع الرسمي للرابطة الفرنسية الليغ 1 موقع الرابطة ومن خلفه أنصار أنديات الليغ 1 اختاروا ديلور عطفا على هدفه الثمين جدا في لقاء نيم لكن أيضا عطفا على المستوى الكبير الذي قدمه تحسبا للقاء اليوم والذي سيجمع بين نادي بوريسيا مونتشينغلات باح ومونشستر سيتي أدل لاعب الخضر رامي بن سبعين بتصريحات مطولة لقناة أرانسي الناقل الحصر للمسابقة في فرنسا بن سبعين تكلم لأول مرة عن واقعة لقاء الذهاب الشهيرة بينه وبين المدرب باب بورديولا وسئل عن سر ما دار بينهما لاعب الخضر نفى أن يكون هناك أي شيء وقال أنه لم يسمع ما قاله التقني الإسباني أصلا حتى أنه لم ينتبه له بسبب تركيزه على اللقاء لكنه تفاجأ به فقط حين لمسه رامي تحدث في حواره أيضا عن المنتخب الوطني وقال أن الكل سعد بتواجد بالماضي حيث تحول المنتخب بوجوده لعائلة والكل بفضل بالماضي ورسائله يقاتل لأجل خدمة المنتخب إلى هولندا الآن وإلى الدول المرتقى برامي الزروقي زروقي وطيلة شهرين جانفي وفيفري قدم مستوى كبير نال بفضله الإشادة الواسعة لكن مستوى تراجع للأسف لدرجة حصوله على النقد هذه المرة المحلل الهولندي ليون تانفورت وصف بزروقي بالسادج وتعامله مع الكرب الخاطئ عطفا على مستوى السيء في لقاء أكمار قبل ثلاث أيام والذي خسره توانتي وزروقي بربع أيام قابل هدف وحيد عاد لعف فاربيك الشاب أحمد توبة ليثير التساؤلات حول مستقبله الدولي فرغم أن الكل يؤكد تواجده مع الخضر في التربص المقبل إلا أنه في تصريحات جديدة قال أنه سيقرر قريبا وقريبا جدا توبة أدل بتصريحات لصحيفة آخر ساعة البلجيكية قال فيها أنه لم يفصل بعد في مستقبله الدولي بين الجزائر وبلجيكا لكن قراره اتخذ وسيكشف عنه في وقت قريب جدا الوقت القريب سيكون بكل تأكيد في غضون الأيام الأربع المقبلة ففي حال لم يتواجد مع الخضر وفي قائمة بالماضي المقبلة فإنه يكون قد اختار انتظار بلجيكا لكن في حال تواجده مع الخضر لا أعلم السر خوفه من إعلان قراره إلى ذلك أكد توبة وفي ذات التصريحات أنه يملك اتصالات عديدة صحيفة فوتبال نيوز البلجيكية استلطت الضوء على مستقبله وقالت أنه يلعب موسمه الأول والأخير مع فالفيك الصحيفة البلجيكية وبحسب مصادرها قالت أن توبة أقرب إلى نادي أزاد أكمار وهو النادي الذي يتفوق بصورة واضحة على الأندية الأخرى في طلبه وربما يكون أحسن لتوبة من أجعكس أو لازيو مثلا الذين يردانه أيضا بما أنه نادي سيضمن له مكانا أساسي نبقى في هولندا ومن توبة إلى درفلو الدولي الجزائري وكما سبق وأشرت إليه تألق بقوة هذا الأسبوع وحاجز مكانه في تشكيلة الأسبوع الهولندي أيضا ليس هذا وحسب درفلو بحسب صحيفة أيدي المحلية توجي أيضا بجائزة أحسن لاعب في الجولة بعد أن حصل على التقييم الأعلى ثمانية من عشرة درفلو لمن لم يسمع سجل هدفين وقدم كرة حاسمة في فوز فريقه فيتس على حساب أوترخت بثلاثية بعد بولايا وأوكيجا أعلن نادي برست وبشكل رسمي أنه لن يسمح للاعبه الجزائري هاريس بالقبلة بالتنقل للجزائر من أجل الدخول في تربص المنتخب الوطني بعد أيام قليلة المدير الرياضي لنادي برست جريغوري لورنزو أدل بتصريحة اليوم الثلاثة لصحيفة تليجرام الفرسية كشف فيها أنه اتصل بالناخب الوطني جمال بالماضي وأبلغه بعدم قدرة بالقبلة على القدوم إلا في حال تخفيف الإجراءات وهو أمر مستبعد المدير الرياضي لنادي برست قال أيضا أنه تكلم مع بالقبلة وأكد له أن رحيله ممنوع واللاعب يكون قد استجاب للإشارة عن دية الليك أن سترفض رحيل لعبها صوبة إفريقية بالتحديد بسبب الحجر الذي سيفرض عليهم فور عودتهم دائما مع آخر أخبار لعبنا في فرنسا وعدم قدرتهم على الالتحاق بالتربص المنتخب الإسم القادم سيكون لعب بوردو زرقان مهدي حيث كشف التقارير مقربة من بوردو أن النادي يتوجه لعدم السماح له بالصفر صوب الجزائر الأمر لغاية الآن ليس رسميا لكن بنسبة كبيرة سيتم ترصيمه في غضون ساعات بحسب موقع جيروندان فوريفير المحسوب على نادي بوردو إلى ذلك وعطفا على المستوى الكبير الذي قدمه في لقاء ديجون الأخير تمكن زرقان من حجز مكان في تشكيلة أوروبا لأقل من 21 سنة بحسب موقع حوسكور مهدي قدم مستوى كبير كما كنت أشترط في وقته التشكيلة وكمه وملاحظ ضمت أيضا الجزائر الأصل ولعب بوردو يسين عدلي إلى هنا تكون أخبار اليوم قد انتهت نلتقي إن شاء الله في عدد جديد بداية من يوم غد أود أن أشير في الأخير إلى أن مصادر كل الأخبار التي وردت في عدد اليوم ستجدونها أسفل الفيديو في صندوق الوصف ما عليكم سوى النزول إذا أردتم تعمق أكثر في أخبار اليوم سلام